ليه نيتو يخش بحرب ضد الروس؟ ملهاش لازمة ولو انت بتتكلم عن الدبابات الدبابات لسه قدامها 3-4 عشان توصل اوكرانيا بالعدد اللي هم تكلموا عليه لسه قدامها شهرين 3-4 حس قعود كاذبة صح؟ فزيلنسكي جاي اوروبا يعمل ايه؟ والشور اللي حضراك شايفه ده كله؟ جريدة واحدة اسمها يورو اكتف حس هو كلمة يورو ما كنبليتش هو اسمها يور اكتف دي اللي كشفت اللي بيحصل بالظلط قلت لك مين قالك ان زيلنسكي هو اللي جاي يضغط على القادة الأوروبيين تلعكس؟ تلعكس ليه؟ المقالة اللي نزلة في الصحيفة دي بيتكلمك على ان زيلنسكي وضع خطة سلام ان هو هيبقى مفتح جدا على منقشة خطة سلام بنهاية السنة نص ان هو ايه في نهاية السنة كده ممكن يقعب معروس ويتقبل ليه بنهاية السنة؟ يكون قام بالهجوم المضاد بتاعه ويكون ان هو حق هدافه ويطبق خطة السلام بتاعته اللي هو تراحها ببداية الحال خطة من عشر بنوت ماشي؟ الخطة دي بتتكلم ان روسيا تنسحب من كامل اراضي الاوكرانية وزيلنسكي يقعد يتفاوض مع الروس عايزين ايه؟